هيئة مكافحة الفساد شكل لجنة لدراسة نتائج ومخرجات لجنة تقييم التخصية مجلس الوزراء يكلف وزارة الخارجية تحقق من الحكومة الاسرائيلية حول بيع مبنى مسجل باسم خزينة المملكة في القدس المحتلة المجلس الوطني الفلسطيني طالب دول العربية والاسلامية دعم القيادة الفلسطينية لمواجهة التهديدات الاسرائيلية وزير الخارجية الامريكي جون كيري يعلن ان مفاوضات السلام تمر بلحظات حرجة رغم احراز بعض التقدم ورئيس مجلس ادارة مجموعة الصائغ السيد ميشيل الصائغ يفوز بجائزة ايرنست اند يونغ للتميز لأفضل شركة عائلية نشرة السابع ونصف من رؤيا اصعد الله مساءكم شكلت هيئة مكافحة الفساد فريقا من ذوي الاختصاص في الهيئة لدراسة النتائج والمخرجات التي خلصت اليها لجنة تقييم التخصية التي انجزت مهامها قبل ايام واكد رئيس الهيئة سميح بينو في تصريح صحفي نشرته وكالة الانباء الرسمية بيترا اليوم ان مجلس الهيئة اخذ بعين الاعتبار والاهتمام دعوة اللجنة لمحاسبة ومحاكمة المتورطين في قضايا فساد على خلفية خصخصة شركات القطاع العام وان ذلك اعطى مؤشرا على وجود ممارسات فساد في هذا الشأن واضف بينو ان تقرير لجنة التقييم سيكون معينا في الوصول الى الممارسات التي تحمل في طياتها شبهات فساد خاصة تلك التي ابتعدت في عمليات التنفيذ عن الاطر التشريعية وافتقدت لكثير من معايير الشفافية والالتزام بالممارسات الفضلة كشركة مناجم الفوسفات المساهمات العامة واعرب رئيس الهيئة عن ارتياحه لما توصلت اليه لجنة التقييم وخاصة انها كشفت مسألة عدم التزام بعض الشركات بالشفافية وضعف اداء ممثلي الحكومة في عضوية مجالس ادارة الشركات المخصخصة كلف مجلس الوزراء وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التحقق بشأن قيام الحكومة الاسرائيلية ببيع مبنى مسجل باسم خزينة المملكة الاردنية الهاشمية ويقع في اراضي القدس الشرقية المحتلة واكد مجلس الوزراء رفضه لما تقوم به الحكومة الاسرائيلية والتي تهدف الى تهويد المدينة المقدسة خاصة ان بيع جزء من هذا المبنى سيؤدي الى ايجاد بؤر استيطانية في المنطقة التي يقتنها العرب والمسلمون خلافا للقانون الدولي والانساني هذا ويعود العقار الى عمارة بريد القدس والذي بني عام 63 وبقي مملوكا للحكومة الاردنية ما قبل احتلال القدس الشرقية والضفة الغربية في عدوان عام 67 حيث وضعت حكومة الاحتلال يدها على المبنى وباقي الاملاك والعقارات التي تعود ملكيتها لخزينة المملكة الاردنية في القدس المحتلة في اكبر عملية صارقة واستيلاء لعقار وقف اسلامي يندرج تحت اشراف القيادة الهاشمية انتهت سلطات الاحتلال الاسرائيلي من بناء فندق سياحي ضخم على انقاض بناية المجلس الاسلامي الاعلى المقامة غرب القدس المحتلة مقابل مقبرة مأمن الله الا انه لم يتبق من البناية سوى الواجهة الخارجية لاستغلالها في جذب السياح الاجانب والترويج لروايتهم التلمودية مراسلتنا في القدس زين صندوق تبعت القضية واعدت التقرير التالي على عينك يا تاجر وضمن بروتوكولات تهودية في القدس المحتلة واستعدادا لافتتاحه احتفلت اسرائيل قبل ايام بتركيب شعار التعويذة اليهودي على واجهة فندق سياحي من مجموعة فنادق هيلتن العالمية انتهت اسرائيل مؤخرا من بنائه بعد ست سنوات على استيلائه هو بالاساس المجلس الاسلامي الاعلى عقار لوقف اسلامي شيده امين الحسيني عام تسعة وعشرين الاحتلال الاسرائيلي يريد ان يزيل اي اثر عربي اسلامي في مدينة القدس الذي حصل ان الاحتلال الاسرائيلي حتى يضع يده على الاوقاف الاسلامية في مناطق الثماني واربعين اعتبروا ذلك املاق غائبين فعليا فان منطقة الفندق بكاملها تضعها سلطات الاحتلال ضمن خطتها التهودية فالفندق يقع مقابل مقبرة مأمن الله الممتدة حتى باب الخليل احد ابواب البلد القديمة في القدس موقع استراتيجي يمهد لربط شرقي القدس بغربها تم ازالة كل ما في داخل هذا الفندق من بناء والابقاء على المظهر الخارجي القشرة فقط الخارجية للمبنى هنا تم تزوير الفندق من فندق اسلامي كان يستضيف وفود اسلامية الآن هو فندق اسرائيلي بانتياز يستضيف وفود اسرائيلية تكلفة المشروع وصلت لنحو 150 مليون دولار جهود حفيفة وتمويل ضخم يعكسان تصرف اسرائيل وكأن البيت بيتها والأرض أرضها نحن أمام حرب ليست فقط حرب ديمقرافية على السكان وإنما حرب على الجغرافية حرب على السياحة حرب على الفنادق وبالتالي اسرائيل لم تترك شيء للأوقاف إلا واعتدت عليه تاريخ قدس يهود ويتم استبداله بتاريخ يبني مستقبل اليهودية الطموحة من ماض وهمي أو بالأحرى على أنقاض عملية نهب وسرقة للهوية العربية الإسلامية من أمام المجلس الإسلامي الأعلى في القدس المحتلة زينا صندوق رؤيا أكد رئيس الوزراء الدكتور عبداللنسور أن الأردن حقق نهضة تعليمية متميزة تمثلت بالإنجازات التربوية والتعليمية والتجارب الوطنية الناجحة وقدم أنموذجا متميزا لنظام تربوي متطور جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم وزير التربية والتعليم والتعليم العالي في مملكة البحرين الدكتور ماجد النعيمي حيث بحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين وتبل دعمها في تعزيزه المجالات كافة وخاصة قطاع التعليم من جهته أشهد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي البحريني بالكفاءات الأردنية وإسهاماتها في مسيرة التنمية في البحرين مؤكدا أن الأردنيين يحظون بسمعة ومسلكيات متميزة وأكد أن التعليم العالي في البحرين قطع أشواطا كبيرة لافتا إلى أن التعليم الإلكتروني فيه قد طورته شركة أردنية وكان وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الدنيبات بحث مع الوزير البحريني سبل تعزيز علاقات التعاون بين الأردني ومملكة البحرين في المجالات التربوية وبيّن الدنيبات أن الأردن حريص على تعزيز علاقات التعاون مع كافة الدول العربية الشقيقة مؤكدا أن الأردن يتطلع إلى تعزيز علاقات التعاون التربوي مع مملكة البحرين والتبادل المشترك للخبرات والبرامج الريادية لتطوير العملية التعليمية والتربوية في البلدين الشقيقين من جانبه أكد الوزير البحريني عمق وتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات وخاصة التربوية والتعليمية منها مشيدا بالإنجازات التي حققها الأردن في المجال التربوي والسمعة التي يتمتع بها في الجانب التعليمي طلعت على ما حققه الأردن الشقيق من إنجازات تربوية تعليمية رائدة وكذلك الخطة الطموحة التي يسعى معاني الوزير وفريق العمل في هذه الوزارة الموقرة في طرحها بهدف تطوير مخرجات التعليم وفي الواقع وجدت فيها الكثير من النقاط الجديرة بالدراسة والاهتمام والاستفادة منها خصوصا فيما يتعلق الامتحانات تدريب المعلمين باعتبار المعلم هو الأساس في أي عملية تعلمية وكذلك كانت مناسبة أيضا عزيزة أن تشرفت بعرض ما حققته مملكة البحرين من مشاريع خسوان من خلال مبادرات المشروع الوطني تطوير التعليم والتدريب في مملكة البحرين والخبرات العالمية التي تم الاستعانة بها نظرت لجنة الحرية وحقوق الإنسان خلال اجتماع عقدته اليوم برئاسة النائب الدكتور رولا لحروب وحضور مدير الجمعية العربية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب المحامي عبد الكريم الشريد بعدد من الشكاوى المعروضة عليها وقالت النائب الدكتورة لحروب إن اللجنة توصلت بعد النظر في الشكاوى واستماعها لإفادات المشتكين توصلت إلى جملة من القرارات أبرزها مخاطبة رئيس الوزراء والوزراء المعنيين للاستضاح والاستفسار منهم عن فحوى هذه الشكاوى مشيرة إلى أن معظمها يتعلق بتجاوزات بعض الوزارات وأذرعها التنفيذية بالتعامل مع المواطنين وأشارت إلى أن من بين قراراتها مخاطبة رئيس الوزراء للاستضاح منه عن اتفاقية تبادل الأسرى والمجرمين المبرمة بين المملكة والعراق والتي لم يصادق الأردن عليها كما قررت مخاطبة وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول قضية طلبة المفصولين من الجامعة الأردنية دعية إلى أعادة فتح التحقيق بقضيتهم تم مناقشة عدد من القضايا التي تقدم بها مواطنون للجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان جزء من هذه القضايا تتعلق بمقتل بعض المواطنين على أيدي قوات الأمن العام في ظروف يعتقد بأن كان فيها انتهاكا لمعايير حقوق الإنسان الدولية وقد تم اتخاذ قرارات بتشكيل لجنة تقصي حقائق مصغرة تتابع التفاصيل وبمشاركة جميع الجهات ذات الصلة سعيا لاكتشاف الحقيقة هناك قضايا تتعلق بمواطنين آخرين وشكاة وحقوقية في مواقع العمل أيضا تم اتخاذ قرارات بمراسلة ومخاطبة الجهات المعنية سواء رئاسة الوزراء أو الوزراء المعنيين لاتخاذ إجراءات لإنصاف هؤلاء المواطنين واصلت لجنة النظام والسلوك النيابية مناقشة مدونة السلوك النيابية لعام 2014 خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب المحمية وفاء بني مصطفى وقالت النائب بني مصطفى خلال الاجتماع إن الهدف الرئيس من المدونة هو تنظيم العمل البرلماني وتنظيم الأداء وضبط السلوك النيابي وفقا لقيم الديمقراطية والمسئولية النيابية والمساءلة الذاتية موضحة أن مدونة السلوك النيابية تكمل النظام الداخلي للمجلس وذلك من خلال وضع معايير عما يتوقع من جميع أعضاء مجلس النواب الالتزام بها موضحة أن مواد مدونة السلوك النيابية لعام 2014 تشمل التزام النائب بنصوص الدستور وقوانين الدولة والنظام الداخلي للمجلس وتقديم المصلحة العامة على المصالح الشخصية وعدم التمييز بين المواطنين والدفاع عن حقوقهم وعدم التوسط إلا رفعا لظلم أو تصويبا لخطأ الحقيقة يعني المدونة مدونة حضارية ومدونة عصرية وهي تتناول كافة قواعد وسلوكيات وأيضا تطلقت العقوبات داخل مجلس النواب اللي ممكن تتعرض لها النواب حقيقة كانت عدة أمور جديدة أيضا في المدونة ومن أبرزها أعتقد أنه أن يكون في المجلس موظف شخص مسؤول وعطينا مسوى مفوض الشكاوى هو يستطيع أي شخص سواء كان نائب أو من خارج المجلس أن يتقدم بشكوى ضد أي نائب من الممكن أن تكون عليه بعض الشكوك حول السلوكيات أو لحل نزاع ما انطلقت اليوم أعمال المؤتمر الوطني الأول للقيادات الإدارية في الأردن تحت عنوان إدارة حديثة لواقع متغير بالتعاون بين الجامعة الأردنية وجمعية القيادات الإدارية الأردنية ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على وقع الإدارة الأردنية وبحث مظاهر وأسباب الترهل الإداري كأحد معيقات الإدارة وأثر ذلك على الإنجاز الإداري وانعكاساته على عملية الإصلاح الإداري والاقتصادي بما فيه إعاقة للاستثمار في الأردن وتقديم أفضل الخدمات لإنجاز ما يهم المواطن الأردني بالإضافة إلى عرض خطة الحكومة في تطوير القطاع العام ومعالجة أسباب الترهل الإداري ضمن استراتيجية وطنية أدخل لمؤتمركم هذا إدارة حديثة لواقع متغير من خلال أحاديث مولاي المعظم والتي انتقد فيها الجهاز الإداري الأردني في القطاع الحكومي واصفا إياه بالترهل والبيروقراطية قائلا إن الجهاز الإداري في القطاع الحكومي الذي حظي في السابق بمكانة رائدة في تميزه شهد مؤخرا تراجعا في الأداء وترهلا مشيرا جلالته إلى إحداث ثورة بيضاء من أجل إصلاح الجهاز الحكومي وتنقيته مما علق فيه من عقبات أدت إلى تراجعه وبطئه وتنكبه للواقع الإداري الحديث في ظل هذا التغير الذي يشهده العالم طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون في اجتماع طارئ لأعضاء المجلس المتواجدين في عمان طالب الجامعة العربية بالقيام بخطوات عملية وواسعة لدعم قرار القيادة الفلسطينية الانضمام إلى 15 منظمة واتفاقية ومعاهدة دولية وادع الزعنون الدول العربية والإسلامية إلى الوقوف خلف القرارات التي اتخذها الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية واعتبر المجتمعون أن اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بدولة فلسطين يمنحها الحق بالانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وكذلك العضوية في وكالات ومؤسسات الأمم المتحدة ومحكمتي العدل والجنائية الدولية وبذلك فإنه لا يحق لأي دولة في العالم حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة هذه الحقوق كما أكدوا الدعم الكامل لقرار رئيس دولة فلسطين الانضمام الفوري إلى 15 منظمة واتفاقية ومعاهدة دولية في إطار الحق الفلسطيني باتخاذ كل ما يلزم من قرارات وإجراءات للدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني الوطنية ومكتسباته السياسية ندعم الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية على أثر إصدارها القرار بالدخول إلى 15 مؤسسة من مؤسسات الأمم المتحدة وطبعا كان الجانب الأمريكي يضغط علينا من أجل أن نتجاوب مع إسرائيل التي تعتقد كان كيري بأنها ستفرج عن الأسرة وبعد أن ثبت أنها لا تستطيع مثل هذا الأمر فإننا قمنا بإقامة القيادة الفلسطينية باتخاذ هذا القرار الجريء قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي تمر بلحظات حرجة رغم إحراز تقدم وأضاف كيري أن المجتمع الدولي حتى الطرفين على إيجاد حل لهذه الأزمة وجاءت تصريحات كيري بعد فشل آخر جلسة مفاوضات بين الوفد الفلسطيني برئاسة صائب عرقات وعضوية رئيس المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج والوفد الإسرائيلي برئاسة تيفي ليفني وعضوية إسحاق مولخو وبحضور الوسيط الأمريكي لعملية السلام مارتين أندك وقالت مصادر مقربة من وفد المفاوضات أن الجلسة التي استمرت أكثر من تسع ساعات امتدت حتى فجر اليوم كانت معركة سياسية طاحنة بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي في الوقت الذي توعد فيه الوفد الإسرائيلي الجانب الفلسطيني بعقوبات غير مسبوقة ونقلا عن المصادر فإن كبير المفاوضين صائب عراقات قد أبلغ الوفد الإسرائيلي بأن الوفد الفلسطيني جاء للتفاوض باسم دولة فلسطين المعترف بها قانونيا من الأمم المتحدة وأنها دولة تحت الاحتلال وليس بصفة سلطة تتحكم إسرائيل بمدخلاتها ومخرجاتها من جانبه أكد رئيس المخابرات الفلسطيني اللواء ماجد فرج أن المفاوضات سياسية وليست أمنية هدفها الأول والأخير المفاوضة حول عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة تسلم وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني رياض المالكي من ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين جونغا تراتر تقرير سير عمل سياسة الجوار الأوروبي في عام 2013 لفلسطين وقال المالكي في مؤتمر صحفي عقده في مدينة رمالة إنه سيطلع الرئيس محمود عباس على الملاحظات والتوصيات الواردة في التقرير وفيما يتعلق بانضمام فلسطين إلى المعاهدات والاتفاقيات والمنظمات الدولية وبيّن المالكي أنه تم تسليم 13 توقيعا إلى ممثل الأمين العام لأمم المتحدة لدى فلسطين روبرت سيري مؤكدا أن قرار توقيع على هذه الاتفاقيات جاء بعد تهرب سلطات الاحتلال الإسرائيلي من الإفراج عن إطلاق سراح 104 أسرى قدامة مقابل تأجيل انضمام فلسطين إلى المنظمات الدولية لمدة 9 أشهر لقد استلمت من ممثل الاتحاد الأوروبي لدينا في فلسطين سيد جون جيت راتر وثيقة عمل التاقم المشترك لتنفيذ سياسة الجوار الأوروبي في فلسطين وسير التقدم في عام 2013 والتوصيات للعمل نحن نعتبر أن مثل هذه الوثيقة هي وثيقة في غاية الأهمية نقدر الجهد الذي يبذل من قبل الاتحاد الأوروبي في متافعة تنفيذ سياسة الجوار في فلسطين من قبل السلطة الفلسطينية تواقمها وأنظمتها وإداراتها ووزراتها وهيئاتها المختلفة هدمت قوة الاحتلال الإسرائيلي اليوم بركسات سكنية وأخرى لمواش تعود ملكيتها لعرب الجهالين في جبل البابا ببلدة العزرية شرق مدينة القدس المحتلة والتي يطلق عليها اسم قرية أحفاد يونس وذلك بعد محاولة الفلسطينيين إحياء القرية والسكن فيها لحماية أراضيهم من الاستيلاء عليها وقال الناطق باسم المقاومة الشعبية في أبو ديس هاني حلبية إن جميع المنشآت القائمة على جبل البابا والبالغة مساحتها ألف دنم مهددة بالهدم حيث تم توزيع اختارات سابقة على 22 بركسا لإخلائها المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا أحمد براهمة استكمالا لفعاليات أحياء يوم الأرض ولمناهضة الاحتلال والاستيطان نظمت مجموعة من الفلسطينيين فعالية لزراعة أشجار الزيتون في حي أحفاد يونس الذي يعتبر بوابة القدس الشرقية ويسعى الاحتلال من خلاله لفصل القدس المحتلة عن محيطها العربي وهدف المشاركون من اختيار هذه المنطقة كونها تقع ضمن مخططات الاحتلال وخرائته الجديدة المصطنعة لتهويد المدينة المقدسة وكان الفلسطينيون قد أنشأوا العام الماضي حي أحفاد يونس في قرية باب الشمس في الجبل المقابل لمستوطنة معاليا دميم التي تتوسع وتمتد كالسرطان في أراضي الفلسطينيين نحن هنا من أجل أن نقول أننا نرفض سياسة الحصار والتهويد لمدينة القدس وأيضا مع تعزيز صمود أهلنا في هذه المواقع سياسة الاحتلال تسعى لأن تجعل المناطق التي يسكنها الفلسطينيين مناطق ذات بيئة طاردة للسكان ونحن بالإمكانيات للتوفر لدينا نعمل على تعزيز صمود المواطنين نحن هنا لنؤكد أن شعبنا متمسك بأرضه ولن يحيد عن هذه الأرض منذ الأزل وإلى الأبد سنبقى متمسكين بأرضنا وسنبقى نواجه سياسة الاحتلال الرامية إلى تهويد الأرض وطرد المواطنين منها وكل يوم هناك فعاليات واليوم في هذه الفعالية هي تأتي بمناسبة وذكرى يوم الأرض قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد يوميا التضييق على الفلسطينيين وتهجيرهم من المنطقة خاصة عرب الجهالين فلا يكاد يمر يوم دون هدم لباركسات سكنية تأوي تحتها عائلات سكنت المنطقة قبل الاستيطان والاحتلال ولأنهم ذاقوا ويلات التهجير عام 48 فهم أقسموا على بناء ماهدم ولن يهجروا مرة أخرى ساعة 8 صباحة فزعت علينا الحكومة الإسرائيلية وهالجرفات هدوا علينا وقاموا علينا ودمروا هاي نشايفه بحلالنا ودمروا كرشي ودفنوا كرشي تحت الأرض تحت الأنقاض هاي وإحنا ساكننا خمسين سنة في البلاد هاي مش يوم ويومين وسنة وسنة لما طلعنا من البلاد تل عراد تهجرنا من تل عراد وتهجرنا من تل عراد وتهجرنا هاي نشعر معهم لنشعر معهم لنقدم لهم ما يمكن أن نقدمه حتى يعني يبقوا على هذه الأرض هؤلاء جزء من نسيج هذا الأرض جزء من النسيج الفلسطيني بهمنا أن نكون معهم وأن يكونوا معنا من أجل الحفاظ على الأرض الأرض هذه أرض فلسطينية هذه الأرض ستقى فلسطينية إن شاء الله وكل هذه التصرفات الاستعمارية إلى الجحيم وإلى غير رجع إن شاء الله قرية باب الشمس وحي أحفاد يونس كرة فلسطينية افتراضية أنشأت في العام الماضي لإفشال خطط الاحتلال ولتمكين السكان هناك من مواصلة صمودهم على الأرض كونهم حراسا لها إلا أن الاحتلال يتذرع كل يوم بحجج جديدة هدفه واحد هو إفراغ المنطقة من السكان العرب الذين يقفون شوكة في حلق الاستيطان هنا بوابة القدس الشرقية وهنا يسعى لاحتلال الاستكمال بنائه الاستيطاني وهنا تهدم منازل الفلسطينيين وهنا أيضا يصر الفلسطيني على البقاء وبناء ماهدم وزراعة ما يقتلعه الاستيطان من منطقة أحفاد يونس شرق القدس المحتلة أحمد براهمي رؤيا أهلا بكم من جديد بالعودة إلى الأخبار المحلية وقعت وزارة التربية والتعليم والوكالة الكورية لتعاون الدولي اتفاقية لإنشاء مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة من فئة الصم في لواء ماركا بعمان بكلفة خمسة ملايين ومائتي ألف دولار ووقع الاتفاقية وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات فيما وقعها عن الجانب الكوري ممثل الوكالة الكورية للتعاون الدولي في عمان هان يونغ تاي وقال الوزير ذنيبات أن الاتفاقية تأتي في إطار خطة الوزارة الرمية إلى توفير البيئة التعليمية الملائمة للطلب من ذوي الاحتياجات الخاصة وتمول الوكالة الكورية بموجب الاتفاقية التي تأتي في إطار برنامج المساعدات الكورية للمملكة تمول تصميم وإنشاء مدرسة من أربعة أقسام على مدار سنوات الثلاث المقبلة تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة وتزودها بالبرامج والمواد التعليمية والأجهزة والمعدات اللازمة لتلبية احتياجات هذه الفئة تم التوقيع هذا اليوم على اتفاقية مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي لتقوم ببناء مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة في منطقة ماركا بكلفة 5 مليون و200 ألف دولار أمريكي كذلك تم الحديث على تسمية عشرة مواقع في منطقة الشمال ليتم اختيار أحد هذا المواقع لبناء مدرسة ونأمل أن يزداد موقع آخر أيضا لبناء مدرسة على نفقة الحكومة الكورية وسيتم اختيار هذا الموقع إن شاء الله قريبا أعلنت وزارة العدل اليوم التقرير الأولى للجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر وذلك بعد مضي نحو أربع سنوات على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي تضمنت أربعة محاور أساسية هي الوقاية والحماية والملاحقة القضائية وبناء الشركات وسجل التقرير وجود 17 قضية اتجار بالبشر في المملكة خلال العام 2013 بلغ عدد ضحاياها 81 ضحية 54 منها ذكور و27 من الإناث في حين بلغ عدد الجنات الذكور في هذه القضايا 83 مقارنة ب7 من الإناث وأظهر التقرير احتلال قضايا العاملات في المنازل المركز الأول على قائمة أكثر أنواع الاتجار انتشارا في المملكة تلتها القضايا المتعلقة ببيع الكلة ومن ثم القضايا العمالية وفي حين آخر سجلت قضايا الاستغلال الجنسي المركز الأخير في القائمة وأوصل التقرير في ختام محاوره بعدة توصيات للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر أبرزها ضرورة استكمال العمل على تغيير المعتقدات والسلوك المجتمعي حول العمالة القصرية واستقدام العابلات تضمن هذا التقرير كافة الإنجازات التي تمت وفقا للإستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر بمحاورها الأربع محور الوقاية والحماية والملاحقة القضائية ومحور بناء الشركات والتعاون تضمن هذا التقرير توثيقا بكافة الإنجازات في هذه المحاور وفقا بهذه المحاور والتي تكللت بإصدار هذا التقرير ذكر التقرير عن موضوع الخطوط الساخنة الخطوط الساخنة خطوة كتير كتير ممتازة بس هل هي فعالة ولا لا لازم تكون فعالة عشان نقول لنا فعلاً لنا خطوط ساخنة لتعامل مع قضايا الاتجار بالبشر وإن شاء الله المرة الجاي هو طبعاً أول تقرير يصدر من سنة 2009 أربع سنين وقت كتير طويل وإن شاء الله يكون فيه تقرير لاحق بس يكون تتجاوز الأخطاء الموجودة بالتقرير أعلن رئيس بلدية إربد الكبرى المهندس حسين بنيهاني أن حجم موازنة البلدية للعام الحالي لا يتجاوز 30 مليون دينار وأن البلدية بحاجة إلى ما لا يقل عن 150 مليون دينار للقيام بواجباتها لتقديم خدماتها للمواطنين وقال بنيهاني خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم أن مقدار عجز البلدية قدر بـ 6 ملايين دينار لافتاً إلى أن المجلس الحالي تسلم مهامه بنهاية سنة مالية استنفذت فيها كل المخصصات وأكد بنيهاني أن الواقع البيئي للبلدية يشكل تحدياً كبيراً في ظل عجز الآليات المتاحة لديها وانتهاء العمر التشغلي لها وقلة عمال الوطن مقارنة بالحاجة الفعلية لهم مشيراً إلى أن البلدية عجزة عن تنفيذ مشروع لتصريف مياه الأمطار جراء ارتفاع كلفته وعدم توفر موارد كافية ما يدفعها للتركيز على حلول جزئية تشمل بعض المناطق الخطرة معرباً عن تفاؤله بتحسن الواقع تدريجياً رغم ضعف الموازنة وارتفاع المديونية نحن اليوم في داع البلدية اربد عقدنا المؤتمر الأول للمجلس البلدي المنتخب منذ سبعة أشهر هذا المؤتمر حبنا يتأخر شوي يعني تأخرنا فيه عليكو طبعاً كصحافة لأنه كنا حابين أول شيء نطلع على المشاكل الموجودة في بلدية اربد نضع خطط لحل بعض هذه المشاكل اللي بنقدر عليه نطلع على وضع ميزانيتنا وشو دخلنا شو ممكن يجينا ووضع قروضنا اللي علينا الحمد لله أن الوضع تم متابعته الوضع رح يكون إن شاء الله متفائلين أنه السنة هاي رح يكون وضع أفضل من السنة اللي فاتت إن شاء الله افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان اليوم مركز أم صيحون لتنمية المجتمع المحلي في لواء البترة بمحافظة معان وبكلفة تقدر بنحو 300 ألف دينار وجاء إنشاء المركز ترجمة لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم المناطق الأقل حظاً بهدف رفع المستوى والوعي الاقتصادي والاجتماعي لقاتمها حيث من المتوقع أن يسهم المشروع في تحسين المستوى المعيشي لأهالي قرية أم صيحون والحد من المشكلتين الفقر والبطالة هناك من خلال تنفيذ المشاريع والبرامج الموفرة لفرص العمل ننظر إلى هذا المركز باعتباره نقطة انطلاق لتنمية مستدعمة ولتنفيذ الرؤى الملكية بضرورة الاهتمام باحتياجات المجتمعات المحلية وأيضاً وضع المشاريع والبرامج الفعالة التي يمكن أن تأتي أكلها وتخدم المجتمع المحلي مركز تنمية أم صيحون هو مركز ابتدأ بعدد من المشاريع أيضاً بنهج تشاركي هذا النهج الذي تؤمن به وزارة التنمية الاجتماعية عقدت وزارة المياه والري بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ورشة تدريبية للعملين في القطاع المائي بهدف تقوية مهاراتهم في عملية التواصل مع وسائل الإعلام التي تتولى بدورها نقل كل الحقائق والمعلومات للمواطنين وأشار مساعد الأمين العام لوزارة المياه والري المستشار الإعلامي للوزارة عدنان الزعبي أن أهمية هذه الورشة التي تولى فيها إعلاميون وأكاديميون مهمات التدريب تكمن في توسيع قاعدة مشاركة المواطن في صنع القرارات المتعلقة بقطاع المياه وتكوين صورة واقعية وشفافة للواقع المائي في محافظة المملكة من خلال رفع مهارات وقدرات القائمين على عمليات الاتصال والإعلام في المؤسسات المعنية بالمياه الأصل بهذه الورشة تحديداً كان مفروض تصير من عشرات السنين لأنهم ما عندهم مدراء الإعلام ما عندهم القدرة ولا الإمكانية اللازمة أنهم يتعاملوا مع الإعلام خصوصاً مع التطور الإعلامي نحن الآن لدينا مئات القنوات الفضائية ومئات القنوات المحطات الإذاعية لدينا عشرات الصحف لغاية الآن لا يعرفون كيف يتعاملوا مع هذول الناس الوكالة الألمانية للإنماء جي آي زيد مشكورة تعمل على برنامج لوضع استراتيجية للتواصل الإعلامي بين العمل في قطاع المياه والإعلام وورشة العمل هذه إحدى مخرجات هذا ابتكرت سيدة أعمال الأندونيسية مبادرة تهتم بتعليم النساء السجينات في البلاد لمهنة الخياطة بهدف تمكينهن من كسب دخلهن اليومي والاستفادة بها بعد خروجهن من السجن التقرير التالي يضعون أمام تفاصيل أكثر عن هذه المبادرة لم يعود السجن نهاية لكل أمل ففي أندونيسيا أصبحت سنوات المحكومية التي تقضيها النساء داخل السجون أملا بتعلم حرفة جديدة تؤمن لهن تحصيل دخل يومي قد يصل إلى قرابة المائة دولار كما يمكنهن الاستفادة منها بعد الخروج من السجن تقوم المهنة الجديدة على تعليم النساء السجينات لمهارات الخياطة وابتكار القطع الفنية من بقايا الأقمشة وتصنيع منتجات بأكملها من الأقمشة ذات الألوان الزاهية التي تستعمل بكثرة في البلاد المبادرة الأندونيسية الجديدة تأتي بإشراف مبتكرتها سيدة الأعمال تيتن أغوستي بهدف تعليم السجينات لحرفة يستفدن بها مما يساهم في إبعادهن عن خطر الانحراف من جديد بعد خروجهن من السجن إلى مواقع التواصل الاجتماعي ردود فعل واسع ما بين مؤيدة ومعارضة أثارها قرار مجلس النواب بالأمس بإعادة عضوية النائب قصي الدميسي والاكتفاء بالمدة التي انقضت بعد المشاجرة التي حصلت بينه وبين النائب طلال الشريف حسن غنيمة الصباريني بارك لدميسي هذه العودة حيث قال ألف مبروك لثعادة النائب قصي الدميسي الأخ الحبيب والرجل المعطاء عودا حميدا إن شاء الله يذكر أن النائب الحالي في مجلس النواب ردينا العطي قد كتبت في حسابها الخاص على الفيسبوك يوم 25 من شهر شباط العام الحالي العبارة التالية تقوم سعادة النائب ردينا بالاتصال مع جميع النواب من أجل حثهم على التصويت لصالح عودة سعادة النائب قصي الدميسي أخيرا محمد ماهر كتب تعليقا انتقد فيه القرار بقوله نحن بدولة إذا كنت تملك مالا أو نفوذا فإنك ستأمن من العقاب ولا عزاء للمساكين أو الفقراء في نهاية هذه النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عنوين هيئة مكافحة الفساد تشكل لجنة لدراسة نتائج ممخرجات لجنة تقييم التخاصية مجلس الوزراء يكلف وزارة الخارجية تحاقق من الحكومة الإسرائيلية حول بيع مبنى مسجل باسم خزينة المملكة في القدس المحتلة المجلس الوطني الفلسطيني يطالب الدول العربية والإسلامية دعم القيادة الفلسطينية لمواجهة تهديدات الإسرائيلية وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يعلن أن مفاوضات السلام تمر بلحظات حرجة رغم إحراز بعض التقدم ورئيس مجلس إدارة مجموعة الصيغ السيد ميشيل الصيغ يفوز بجائزة إيرنست أنديونغ للتميز لأفضل شركة عائلية اشتركوا في القناة